بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ومن حكمته جل في علاه أنه خلق الإنسان من عناصر هذه الأرض فقال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون فالإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى من عناصر هذه الأرض فهو ينتمي إليها وطلب الله سبحانه وتعالى منه عمارة هذه الأرض التي خلق منها والتي ينتمي إليها فالإنسان مرتبط ارتباطا وثيقا بهذه الأرض التي خلقه الله سبحانه وتعالى منها وطلب الله تعالى من الإنسان أن يكون خليفة فيها فيقول الحق جل جلاله في القرآن الحكيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فالخلافة منوطة بالإنسان ومنوطة كذلك بأن يعمر الإنسان هذا الكون بما رزقه الله سبحانه وتعالى وبما آتاه من العلم وبما وهبه من الرزق وفي آية أخرى في القرآن الكريم يذكر أحد أنبياء الله تعالى قومه بما فرضه الله تعالى على عباده وبما طلبه منهم وبما أمرهم به وما خلقهم من أجله فقال سيدنا صالح عليه السلام لقومه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي طلب منكم عمارتها ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لما خلق الإنسان وتكاثر الناس انتشروا في الأرض وعن ذلك يقول رب العالمين سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من الأرض وانتشر الناس في ربوع الأرض وكونوا شعوباً وكونوا أمماً وكونوا قبائل وكل إنسان ينتمي إلى أرض فإنه يحبها وكل إنسان ينتمي إلى قوم أو ينتمي إلى قبيلة فإنه يحبها وهذا هو الذي يسميه الناس الانتماء هذا الانتماء هو الذي يجعل الناس يتنافسون في إعمار هذه الأرض فهذا ينتمي إلى شعب كذا وهذا ينتمي إلى شعب كذا وكل واحد منهم يحب أن يقدم إلى بلده أو أن يقدم إلى وطنه خيراً كثيراً وأن يسهم في بنائه وأن يسهم في تعميره وأن يسهم في تقديم العز له وأن يجعله بين الأمم عزيزاً هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى وهذا يجعل الإنسان يفهم أن كل واحد من الخلق ينتمي إلى قوم أو ينتمي إلى بلد فإن هذا الانتماء يجب أن يدفعه إلى التعمير ويجب أن يدفعه إلى التشييد وأن يجعله مسهماً في تحقيق العز لهذا الوطن الذي ينتمي إليه هكذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يحب أهله وكان صلى الله عليه وسلم يحب قومه وكان صلى الله عليه وسلم يحب بلده ويحب صلى الله عليه وسلم لهم جميعاً الخير كلنا يعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث بعث وهو في مكة هذه البلد التي نشأ فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربى صلى الله عليه وسلم بين أهلها فنشأ صلى الله عليه وسلم يحبها ويحب الخير لأهلها ولما بعث صلى الله عليه وسلم خاطبه مولاه جل في علاه بقوله وأنذر عشيرتك الأقربين فبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة الإسلام فمنهم من آمن واستجاب ومنهم من كف وصد عن سبيل الله والحقيقة أن من آمن بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كانوا قلة ولاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عناء شديدا من القوم في مكة ولكنه صلى الله عليه وسلم مع هذا العناء لم يكرههم ولم يدعوا عليهم ولم يرجوا لهم الشر أبدا ولكنه صلى الله عليه وسلم للحظة الأخيرة وهو يودع مكة كان ينظر إليها صلى الله عليه وسلم ويبكي ويخاطبها ويكلمها وكأنها بشر عاقل يعي ويسمع ما يقال له فيقول صلى الله عليه وسلم يا مكة والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى نفسي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعبر لنا عن معنى محبة الأوطان ويعبر لنا عن قيمة الانتماء هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالم